أبنائي وبناتي طلبة السنوية العامة برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجيولوجيا والعلوم البيئية وصلنا الحلقة اللي فاتت ليه معلومات جيولوجيا مهمة جدا عن كيف نشأت القارات كيف نشأت الجبال إزاي تكونت الأمور دي كلها واتعرضنا لنظرية مهمة جدا اللي هي نظرية التوازن الأيزوستاتيكي اللي بدأ العالم إيري يفسر لنا إزاي الجبال رغم أنها مرتفعة وشاهقة من ملايين السنين وهي موجودة على الأرض إلا أنها لم تزال حتى الآن موجودة وشاهقة قدرنا نفسر الكلمات بإنسياب للصهارة التدريجي من أسفل منطقة الترسيب إلى قاع منطقة التفتيت ده اللي احنا تكلمنا عنه في نظرية التوازن الأيزوستاتيكي النهار ده نتكلم مع بعض عن موضوع جديد علينا شغل بالعلماء كتير جدا لمدة عشرات السنين لغاية ما جاء عالم تقدم بنظرية قدر يوصلنا لمعلومة مهمة جدا إزاي القارات اللي احنا عايشين عليها إزاي تكونت وهل يا ترى القارات دي كلها كانت كتلة واحدة وانفصلت ولا بدأت تتكون نتيجة نظريات مختلفة ده الكلام اللي احنا هنعرفه النهار ده مع بعض من خلال نظرية الإنجراف القاري نظرية الإنجراف القاري تقدم بها العالم الألماني ألفريد فيجنر سنة 1922 بدأ يفكر في التشابه الكبير اللي موجود ما بين تعرجات الشاطئ الشرقي لشمال وجنوب أمريكا والتعرجات اللي موجودة في الشاطئ الغربي لأوروبا وأفريقيا خد بالك هنا شاطئ في أمريكا وشاطئ في أوروبا وأفريقيا طب إيه اللي جاب التشابه ده يبدأ بيؤكد حاجة مهمة جدا الحاجة دي إن كانت كتلة واحدة يبدأ نقول إن ظهور التعرجات دي المتشابهة في أماكن مختلفة بتؤكد إنها كانت قطعة واحدة وبدأ يحصل تمزق التمزق ده ساعد على تفكير العلماء في التشابه العجيب ما بين صخور القارات المختلفة وبقايا الحياة القديمة عليها ده خلى العالم ألفرد فيجنر يتقدم من نظرية بتاعته اللي هي بتقول إيه إن العالم كله أو القارات كلها كانت بيطلق عليها كتلة واحدة اللي هي اسمها بانجيا أو ما يسمى بأم القارات وضعها إيه أم القارات دي لو أنا بصيت على الشكل اللي قدامي بيبين مجموعة من القارات متلحمة مع بعض فيه فواصل بسيطة جدا بينها وبين بعض الكلام ده كان من حوالي 200 مليون سنة طيب النتيجة اللي بعد كده إن بدأت القارات تتباعد عن بعض تختلف تماما في الشكل بدأت تبعد عن بعض بوضوح طيب نتيجة التباعد ده بدأت كل قارة تنفصل لغاية ما قادي قارة بانجيا وهي بتعمل عملية الانفصالات لغاية ما كونتلي القارات الحالية لو أنا بصيت عليها كانت كتلة واحدة وجي عليها وقت وحصل لها عملية الانفصال من خلال العرض اللي عرضناه نقدر نوضح إنه بنجيا أو أم القارات الكتلة الكبيرة بتتكون من صخور السيال الجرانيتية ودي اللي موجودة فيه جسم القارات غنية بمادة السيلكة بتوصل نسبة السيلكة فيها لحوالي 70% والباية ألومنيوم ودي اللي احنا بنقول عليها إنه هي سائدة في جسم القارات يبقى الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية اللي هي طبقة السيال الجرانيتية اللي هي بتمثل في جسم القارات الطبقة دي ألاقيها مرتكزة على طبقة تانية زي ما أنتم شايفين أدي طبقة الوشاح لما ناخد فيها القطاع هلاقي دي طبقة السيال اللي موجودة بترتكز على طبقة في قاع المحيطات يبقى إحنا اتفقنا إن طبقة السيال اللي أنا بشاور عليها دي موجودة في جسم القارات تمثل بسبعين في المئة ألمونيوم سبعين في المئة سيليكا والباق ألمونيوم الطبقة اللي تحتها اللي هي طبقة السيامة تعالوا نشوف طبقة السيامة بتتوجد فين سخور السيامة بازلتية يعني نقدر نقول إنها تقيلة بتوصل فيها نسبة السيليكا لحوالي خمسة واربعين في المئة والباق ماغنيسيوم يبقى وضع طبيعي اللي هي بتكون قيعان المحيطات بتبدأ تمتد لأعمار كبيرة تحت القارات والكلام ده كان خلال حقب الحياة القديمة يبقى بدأت فكرة بنجيا تنفصل القارات عن بعض من حقب الحياة القديمة لغاية ما بدأت تنفصل إلى أجزاء متبعدة عن بعض منذ حقب الحياة المتوسطة في نهاية حقب الحياة القديمة لغاية حوالي 220 مليون سنة يبقى من 220 مليون سنة بدأت أم القارات في الإنفصال الشكل الأدامي ده بيبين لي إن القارات لما كانت متحدة مع بعض ككتلة واحدة أهي كلام ده من 200 مليون سنة بدأ يحصل فيه مرور الزمن لغاية ما بدأ يحصل قد انفصال لو خدنا بالنا مناطق الالتحام هنا بعدت شوية عن بعض غير البضع اللي كان هنا بدأت بعد كده مناطق الالتحام تبعد أكتر وأكتر شايفين الفواصل اللي أنا بتشوير عليها دي ده معناه إن القارات دي كانت كتلة واحدة وبدأت تنفصل لغاية ما النهاردة في الأيام اللي احنا عايشين فيها نلاقي مجموعة القارات اللي هي منفصلة تماما عن بعض ده بيؤكد لي إن بدأت تاخد أوضاعها اللي هي القارات الحالية أثناء زمن البلستوسين يبقى منذ حق بالحياة المتوسطة إلى زمن البلستوسين لو رجعنا للزمن هنلاقيه بياخد حوالي 220 مليون سنة بعد كده نقدر نقول إن فيجنر نسب الزحف القاري لتيارات النقلة للحارة زي ما شفناها في العرض اللي كان قدامنا في طباية السيمة وبدأ يقول إن التيارات دي لها قدرة هائلة على تجاعد القشرة وبدأت تتصدع وساعد على ظهور اختلافات كبيرة في تضاريس سطح الأرض إن حواف القارات الكبيرة زي أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية وأفريقيا بدأت ترتفع فيها سلاسل الجبال بفعل الزحزحة أو الإنجراف القاري ده قبل ما يحصل الانفصال خد بالك وده بعد ما حصل الانفصال واضحة جدا إن الكتل هنا والقارات كانت ملتحمة شايفين الحواف بتاعة القارات هاي فيها تلاحم هنا طبعا بعدة تمام بالزبط زي فكرة لعبة البازل اللي بنجيب ورق ونبدأ نزبط البازل بحيث إن ناخد كل الصور المتقطعة ونكون بيها صورة كاملة تعالوا بص مع بعض كده على شواهد أيدة نظرية الإنجراف القاري طبعا إحنا عارفين إن أي عملية عالم بيتقدم بيها بيبدأ يحصل فيه هنا شوية اعتراضات لكن هنا العالم فيجنر بدأ يدعم نظريته بمجموعة من الشواهد أول شاهد المغناطيسية القادمة يبقى نخلي بالنا في فرق هنا ما بين الشواهد المؤيدة لنظرية الإنجراف القاري والشواهد المؤيدة لحركة الأرض أو حركة القارات النظرية بتاعة الإنجراف القاري أول حاجة مغناطيسية قديمة يعني مغناطيسية قديمة يعني مغناطيسية مجموعة من الصخور بتحتوي على معادن مهم جدا نعرفها إن هي المعادن دي قابلة للمغناطة ليه؟ لأن أنا بتكلم عن مغناطيسية زي مثلا أكسيد الحديد اللي بتتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض أثناء تكون هذه الصخور لو أنا بصيت على الشكل اللي قدامي معروف إن المغناطيس ليه أقطاب اللي قد بالشمالي والقد بالجنوبي أدي حركة المجال المغناطيسي ودوران الأرض وغيره يبقى نقدر نقول إن المجال المغناطيسي وهو بيبدأ يتحرك بيساعد على تكوين صخور ممغنطة شرطة أساسي علشان الصخور تتكون لابد أنها تكون محتوية على أكسية حديد طيب تعالوا نشوف كده الفكرة بتاعة حركة المغناطيسية القديمة أدهي كلها بتتقابل في نقطة واحدة شايفين اتجاهات خطوط القوى المغناطيسية والمجال المغناطيسي بتبدأ تتحرك مهما كان مساحتها والمسافات المتبعدة عن بعض إلا أنها بتتقابل في نقطة واحدة اللي هي المجال المغناطيسي يبقى نقدر نقول الصخور المغناطيسية اللي هي مغناطيسية القديمة زي ما واضحة قدامي أدي حيد وسط المحيد هنشوفه ودى المجمى تبدأ تنطلق بيديني مجموعة من الأقطاب المغناطيسية المنعكسة اللي هي موجودة دي والأقطاب المغناطيسية العادية اللي هي الألوان الغمأة دي كل الكلام ده نقدر نأكده بنقطة مهمة جدا لما نيجي ندرس زاوية انحراف الإبرة المغناطيسية ألاقي أني لها مقدار الانحراف لما يكون عند القدب تسعين وليها انحراف عند خط الاستواء بيكون صف يبقى لو أنا لقيت الإبرة المغناطيسية موجودة عند القدب ألاقي درجتها تسعين وعند خط الاستواء بتبقى صف طب هيفدنا بإيه الكلام ده نقدر من خلاله نحدد الموقع الأصلي للصخر أثناء ما بيتكون إذا كان في موقع مختلف عن موضوعه الأصلي تعال نشوف مثال كده يعني مثلا لو لقينا صخر لي زاوية انحراف مغناطيس إثناء لإنها عشرين درجة لإنها قريبة من القدب الشمالي ده معناه إن حصل فيه هنا زحزحة عن موقعها الأصلي وده بيؤكد نظرية الإنجراف القري طيب عايزين نفهم مع بعض الفكرة دي لإن هي محتاجين نركز فيها قوي يعني إيه كلمة مغناطيسية قديمة؟ يعني مجموعة من الصخور كانت وهي أثناء تبلر الصهير عشان يكون صخر زي ما اتفقنا فيه الباب الخاص بالصخور أثناء تبلرها حصل لها مغناطة ليه حصل لها مغناطة؟ لأنها تحتوى على أكاسية حديد يبقى لازم أعرف إن المغناطيسية القديمة هي مجموعة من الصخور قابلة للمغناطة لأنها تحتوى على أكاسية حديد لما بدأت تتبلر من الصهير طيب يعني إيه إنحراف الإبرة المغناطيسية؟ إحنا عارفين البوصلة شفناها قبل كده كتير وعارفينها ليها إبرة مغناطيسية بتتحرك ودي اللي إحنا بنقدر نحدد بها الاتجاهات العلماء قالوا إنه لما يكون الإبرة المغناطيسية إنحرافها تسعين يبقى واضع طبيعي هتكون عند القطبين طيب لو كان إنحراف الإبرة هنقيسه صفر يبقى عند خط الاستواء يبقى واضع طبيعي وبديه جدا لو لقينا صخر زاوية إنحرافه لا تتطابق مع المكان اللي موجود فيه يبقى أنا قادر أستنتج كده إيه إن الصخر ده كان موجود في مكان ونتيجة حركة معينة زحزحة معينة اتنقل لمكان تاني ندي مثال علشان تبقى واضح لو لقينا صخر موجود عند القطب زاوية إنحرافه عشرين فكر معايا كده أنا لسه كنت بقول دلوقتي إن زاوية إنحراف أي صخر عند القطب لازم تكون تسعين طب لو أنا لقيت صخر زاوية إنحرافه عشرين موجودة عند القطب يبقى أستنتج من كده إيه إن بداية تكوين الصخر كان عند زاوية عشرين اللي هي بالقربة من خط الاستواء لإن خط الاستواء زاوية إنحرافه كام؟ صفر يبقى أنا عندي هنا زاويتين إنحراف ورقمين عند خط الاستواء زاوية إنحراف صفر عند القطبين زاوية إنحراف تسعين لإنه صخر زاوية إنحرافه عشرين أسيبك تفكر كده يبقى الوضع الطبيعي ده ما كان يكون فين؟ تمام؟ أكيد قلت بالقرب من خط الاستواء لما نلاقي الصخر ده موجود عند القطب يبقى القطب ده ومعناه كده كلام ده إيه؟ إن الصخر ده كان عند زاوية عشرين وبدأ يتحرك لغاية ما وصل لعند القطب يبقى نقدر نستنتج من كده إن دي نظرية واضحة جدا والشاهد ده بتاع المغناطسية القديمة بيدعم تماما هذه النظرية من خلال إنحراف وإنجراف الصخور من مكانها الطبيعي لمكان آخر استقارت فيه تعالوا نتابع مع بعض باقي الشواهد نقدر نقول لما نيجي ندرس حيد وسط المحيط الأشرطة المغناطسية اللي احنا كنا شايفينها بتتماثل الأشرطة المغناطسية وبتبدأ تتغير على جانبي الحيد وده بيؤكد برضو حدوث الإنجراف القاري نشوف حاجة تاني برضو من الشواهد اللي هي المناخ القديم المناخ القديم عبارة عن إيه؟ الأحزمة المناخية المختلفة بتبدأ تنتظم في نطق متوازية يعني بتبدأ تمتد من الشرق للغرب دي بتبدأ تتدرج من المناخ الاستوائي وأنا ماشي كده لغاية المناخ المدار اللي هي في الصحراء للمناخ المعتدل اللي هي منطقة المراعي والأعشاب زي ما واضح قدامي أدي مجموعة المدارات مدار استوائي والمدار اللي فوق والمدار اللي تحت والجانبي والعرضي كل المدارات دي منتظمة في المناخات بتاعتها عشان كده بنلاقي إن التتابع هنا لغاية ما بتوصل للمناخ المتجمد طيب هيفيدنا بإيه الكلام ده؟ لما نيجي ندرس السجل الجيولوجي نقدر نستدل على الزحف القاري من خلال أدي الأشكال اللي قدامنا بدأ يحصل فيه مجموعة من العوامل اللي تساعدت على الانفصال الأول كانت كتلة واحدة بعد كده بدأت تخرج وتنفصل وتتباعد عن بعض نشوف مع بعض كده المتبخرات القديمة عبارة عن إيه المتبخرات القديمة؟ يبقى أول حاجة أنا بدرسها في المناخ القديم هي المتبخرات القديمة عبارة عن رواصة ملحية بدأت تتراكم على هيئة طبقات نتيجة تبخر المحليل اللي بتكون محتوية على الأملاح دي زي ما قلنا قبل كده اللي هي نفس فكرة الصخورة الرسوبية الكيميائية بس بشرط أنه لازم يكون فيهنا مناخ جاف قاحل بتبدأ تتواجد حاليا فين؟ هتشوف بقى حاجة عجيبة هنا أن المتبخرات اللي المفروض تكون موجودة في مناطق جافة لأنها حاليا موجودة في مناطق شديدة البرودة شمال أوروبا وكندا يبقى إيه تفسيرنا الكلام ده؟ على طول دي بتؤكد نظرية الإنجراف القاري أدي رواسب الملح الصخري لما بنلاقيها فيه أماكن بعيدة عن مكانها الطبيعي تاني حاجة بندرسها في المناخ القديم مثالك حقب الحياة القديمة المتأخرة عبارة عن إيه؟ بدأ يظهر في نصف الكرة الجنوبي مجموعة من الصخور رجع تاريخها لنهاية حقب الحياة القديمة لغاية العصر التبشيري يعني أخذ فترة حقب الحياة المتوسطة لأنها ما بتتشابه طب إزاي بتتشابه؟ وهي بتنتمي لمجموعة من الأزمنة الجيولوجية والأحقاب المختلفة ونخلي بالنا التشابه ده تشابه كبير جدا ساعد على زيادة الدراسة في هذه المناطق يبقى ده بيؤكد أنها انتشرت فيه قارات كتيرة طيب حبينا نفسر الكلام ده مع العلماء بأن فيه قارة عظمة جنوبية القارة دي نسمعها جندوانا موجودة في المنطقة الجنوبية لو لاحظنا توزيع رواسب السلاجات على كترة اليابسة اللي قلنا عليها فيه القارات اللي فاتت هلاقي أن حصل فيه هنا تفتيت لهذه القارات أدي قارة جندوانا أهي بدأ يحصل فيها مجموعة من العوامل اللي ساعدت على حدوث الانفصال بعد ما كانت مرتبطة ببعض ارتباط كامل لإنه أن حصل فيه دور كبير جدا في التوزيع الجرافي للأقطار الجنوبية بالذات ليه؟ لأن الغطاء الجليدي بدأ يدي مجموعة من الرواسب اللي موجودة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا طب إيه اللي جاب الغطاء الجليدي المنطقة دي؟ ده دليل على حدوث حركة القارات لإنه أن التشابه الكبير جدا بين القارتين بيؤكد إنه هما كانت كتلة واحدة وبدأوا ينفصلوا لجزئين وكل جزء بدأ يتحرك بعيد عن التاني طيب لما نيجي نبص على شاهد كمان من الشواهد اللي هي الأحافير الحيوانية والنباتية اللي هي بنقول عليها الحفريات الحفريات عبارة عن بقايا كائنات زي ما قلنا قبل كده لقينا إنه في مجموعة من الزواحف من جنس واحد لا يمكن أبدا لها إنها تقدر تعد في المحيطات فبدأت تنحصر في منطقة واحدة بس يبقى أخد بالك إنه في مجموعة من الزواحف من جنس واحد ما قدرتش تخوض المحيطات وبالتالي بدأ تواجدها يكون في منطقة واحدة زي الحفرية اللي واضحة قدامنا دي المنطقة دي في صخور القارات الجنوبية فقط طيب نتيجة الكلام ده إيه كان فيه برضو مجموعة من الأحفير لورق وبالزور نباتات أولية في القارة الجنوبية والهند كل ده في القارة الجنوبية ده دل على إيه بيدل على إن فيه اتصال بين القارات بعضها وبعض طيب أنا بدور على القارة الجنوبية والهند طيب ما كانوا مبتعدين عن بعض إزاي ألاقي حفرية ورق نبات أولي باري في القارة الجنوبية هو هو نفس فكرة الحفرية اللي أنا لقيتها في الهند يبقى كل الكلام ده بيؤكد لنا إيه؟ إن دي كلها كانت كتلة واحدة وبدأت تنفصل مبتعدة عن بعض على مر الزمن لغاية مكونة القارات الحالية دي من ضمن الأحفير الحيوانية اللي العلماء اجتهدوا في البحث عنها داخل الصخور المختلفة الأماكن رغم إن هي متشابهة في الشكل بتاعها مجموعة من الأحفير العلماء لقوها ساعدتهم في دراسة نظرية الإنجراف القاري نفس الفكرة برضو الكائنات اللي كانت موجودة في المحيطات وما قدرتش إن هي تعبر المحيطات ظلت في مكانها محصورة في مكانها لكن بعد كده لما حصلت نظرية الإنجراف القاري لقيمة إن الحيوانات دي الحفرية بتاعتها في أماكن متنوعة بعد كده بدأ يتقدم بي الشاهد تاني وهو البناء الجيولوجي للقارات يعني البناء الجيولوجي للقارات اكتشف إن في مجموعة من التراكيب الجيولوجية للجبال بتكمل بعضها البعض برضو حاجات خلي الواحد يستعجب بدأت تكون امتداد متناسق ومستمر ده بيؤكد إنها كانت متصلة وبدأت تتباعد عن بعض التراكيب الجيولوجي للجبال دي لقوها في مناطق متنوعة يعني مثلا لقى في تشابه كبير جدا بين الجبال اللي موجودة فيه جنوب أفريقيا والجبال اللي موجودة فيه الأرجنتين طب جنوب أفريقيا والأرجنتين دي قارة ودي قارة إيه اللي جاب الحاجات دي البعض ده بيؤكد إن كانت كتلة واحدة خدوا بالكم إحنا بنكرر كلمة بيؤكد إن كانت كتلة واحدة وانفصلت في كل الشواهد لأنه ممكن يجي يقول لي اشتشابه والربط بين جبال جنوب أفريقيا ونظيراتها في الأرجنتين يؤكد ويجيب لكذا اختيارات يبقى يؤكد اختيار واحد بس لازم أطلع به اللي هو نظرية الإنجراف القاري وده طبعا بتؤكد إن كانت فيه مناطق متنوعة ومختلفة وبدأت تترابط مع بعض برضو من ضمن الشواهد الشاطئ الغرب الأفريقيا اللي بدأنا بيه كلامنا مع الشاطئ الشرقي لأمريكا الجنوبية متشابهين مع بعض لكن برضو زي ما كنا بنقول في البداية إن أي عالم بيتقدم به نظرية لابد أن يعترض عليها العلماء إلا إن العلماء ثبت فشلهم في وجهة نظرهم اللي عرضوها وأكدت النظرية كلها إن حتى الآن النظرية الوحيدة اللي بتؤكد زحزحة القارات وتكوين القارات الحالية هي نظرية ألفرد فيجنر أو نظرية الإنجراف القاري نشوف مع بعض كده سؤال من الأسئلة المقالية إحنا متعودين على أسئلة اختيار المتعدد بس ما فيش مانع نحط السؤال المقالي علشان نفكر بعضنا بيه تكلم عن مثالك حقب الحياة القديمة المتأخر كشاهد من شواهد نظرية الإنجراف القاري بدأ يظهر في نصف الكرة الجنوبي مجموعة من الصخور زي ما اتفقنا بتؤرخ من نهاية حقب الحياة القديمة للعصر التبشيري واخد فترة زمنية طويلة بدأت تتشابه فيما بينها رغم انتشارها في قارات مختلفة زي مثلا جنوب أمريكا اللي هي جزر فوكلاند وجنوب أفريقيا والهند واستراليا كل القارات دي بتمر بيه القارة الجنوبية العظمى اللي احنا بنقول عليها قارة جوندوانا اللي انا بلحظه هنا كمان ان بدأ يحصل فيه توزيع لرواسب التلاجات على كتل اليابس اللي موجودة فيه جنوب القارات اللي قلناها من شوية بدأ يظهر واضح جدا وده ساعد على تأكيد حركة انجراف قاري كان لها دور مهم جدا فيه التوزيع الجرافي للاقطار الجنوبية ده لما نعرف ان الغطاء الجليدي واللي نتج عنه من رسوبيات في أمريكا جنوبية أفريقيا متشابهة برضو بيأكد لنا ان هي كانت كتلة واحدة وانفصلت الى جزئين وكل جزء بدأ يتحرك بعيد عن التاني سؤال تاني بيقول لي ما الاسبابة التي دعت فيجنر الى التقدم بنظرية الانجراف القاري لاحظ حاجة مهمة جدا ان فيه تشابه كبير بين تعرجات الشاطئ الشرقي لشمال وجنوب أمريكا وتعرجات الشاطئ الغربي لأوروبا وأفريقيا ولما ظهروا مع بعض بدأوا كأنهم كتلة واحدة وحصلها عملية تمزق طبعا وبالاضافة الى التشابه العجيب بين صخور القارات المختلفة وبقايا الحياة القديمة عليها بكده أبنائي وبناية طلبة السنوية العامة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا كنا بنتكلم عن نظرية الانجراف القاري أو زحزحة القارات اللي أكدهنا العالم في جنر من خلال لفت نظر حاجة مهمة جدا ان فيه تشابه كبير في حواف القارات وانت حاليا لو قدرت تبص على خريطة العالم وبسكت حواف القارات اللي هي متبعدة عن بعض وحاولت ان انت تتقربهم لبعض هتلاقيهم التحموا ببعض وكونوا لي قطعة واحدة ده بيؤكد اني القارات كلها كانت كتلة واحدة بدأت تنفصل الى قارات متبعدة لغاية ما أخدت وضعها حاليا الكلام ده خد كم سنة؟ 220 مليون سنة من حق بالحياة المتوسطة الى زمن البلستوسين ودعم نظريته بمجموعة من الشواهد زي ما عرضنا اتمنى تكونوا وفقتوا في فهم الموضوع ده لان موضوع ده شيق وبيشغل بيننا كتير ازاي ترى القارات اتكونت شكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة